ترجمة نانسي قنقر المركز الترباوي عين السبع واحد لي أعطات من خلال الأكاديمية وزارة التربية الوطنية والمؤسسات السيجنية الحق للتلميذات وتلاميذ والمرشحين في اجتياز امتحان البكالورية وباقي امتحانة الإشهادية في أحسن الظروف اليوم يقفنا على مدى احترام معايير هذا الاستحقاق اللي كتمر في أفضل الظروف بهذا المركز بحيث تم توفير 16 أستاذة وستاذ المراقبة الإجراء بمعدل أستاذين لكل قسم تمانية دي الأقسام عندنا 129 مترشحة ومترشح من هم تمانية دي المترشحات إينات وطبع هذا الاستحقاق يعني ارتياح كل المترشحات والمترشحين اللي يعني تمنوا هاد المبادرة وشكروا القائمين عليها بطبيعة الحال اللي غادي تمكن هاد المترشحين من اجتياز هاد الاستحقاق بطبيعة الحال في أحسن الظروف وتمكنهم من نجاح لأنه بالفعل كان واحد المجهود استثنائي تقاموا به المؤتيرين في هذه المؤسسات الترباوية يعني بتوفير وتمكن كل المرشحين من الدعم الترباوي طيلة يعني الموسم الدراسي اللي غادي يمكنهم بطبيعة الحال من اجتياز هاد الاستحقاق في أحسن الظروف المناسبة لي باش نشكر القائمين على هاد الإجراء من نساء ورجاء التعليم من رئيس المركز ورئيس مراقب الجودة اللي هو مفتيش ترباوي بالإضافة للأستادات والأساسي ده وباقي الأطور العاملة في هاد المؤسسة سيجنية على انخيرتهم بطبيعة الحال طيلة الموسم الدراسي من أجل إنجاح هاد الاستحقاق في إطار مقاربة تشاركية يعني تمكننا ومكنتنا بطبيعة الحال من إعطاء الحق لكل المترشحين في اجتياز هاد الاستحقاق الذي يمر يعني في أفضل الظروف على غيرار باقي المراكز الإجراء الـ 298 اللي فتحتها الأكاديمية الجهوية البنات وأبناء هاد الجهة بحيث وفرنا يعني ما يفوق 19,2 أستادة وأستاد للإجراء ما يفوق 7,2 أستاد وأستاد للتصحيح إنجازات المترشحين هاد الموسم اعتمدنا كمستجدات ترميز إلكتروني اللي غادي يضمن بطبيعة الحال وغادي يأمن إنجازات المترشحات والمترشحين ما غا نبقاوش نسمعو الأخطاء المادية اللي كانت ربما في السابق اليوم الحمد لله باعتماد هاد الأجهيزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة غادي نمرو للسرعة القصوى في تنزيل الجودة بقطاع التعليم كيف لحتو معنا رهن نفس الطريقة القاعات اللي استقبلت المترشحات والمترشحين قاعات فسيحة يمكن فيها تهوية كافية الحمد لله كيف لحتو التأمين ديال المواضع والشيء الجميل هو يعني الانضباط ديال المترشحين في هذه المؤسسة بلحيط لها طبيعة الحال ما كانش أجهزة إلكترونية يستحيل يدخل أي جهاز إلكتروني بأي نوع منها يعني على صعيد كل المؤسسة يعني السيجنية كيف ما لحتم على اليوم كين يعني طلاق امتحانات خاصة البكالوريا طلاق امتحان موحد اللي كيشمل فئتي الأحرار الممدرسين بالمركز حاليا كيجتاز مع مجموعهم 129 مرشحة ومرشح ضمنها هم ثمانياد المرشحات النساء الحمد لله الإجراءات كتمر في ظروف عادية كيف ما شفتوا الانتحانات كتمر داخل المؤسسة الجنية كباقي المؤسسات التعليمية التابعة المديرية الإقليمية اللي نيابة التعليمية السبع الحين المحمدي نفس إجراءات نفس المؤسسة التعليمية الحمد لله كيف ما شاء لاحظتم معنا لي ممكن زيارة تفقدية السيد مدير الجهوية مديرة أكاديبية التعليم جهة الدربية السطات مرفوق بسيد مدير الميابة يعني مدير المدير الإقليمية العينسة المحمدي هذا يزكي أن الامتحانات تخص الدوس في أحد الأمور التي هي عادية وممتازة جدا الحمد لله الإخوان هم يشعرون هذه الفكرة ويوقفون معنا مرحلة مرحلة الحمد لله الحدود الساعة ما سجلنا حتى لا تغيش لأن كما لاحظتم معنا في الأول يخضع جميع النزل التفتيش الجسدي واليدوي ثم يتم الحمد لله الأمور الغش حتى إذا كانت هناك حالة تغيش ويتم تعامل مع باقي الحمد لله هذا جيد وكان في المتناول الذي وجدنا نحن الإشراف الاجتماعي كانوا معنا في الأول كانوا كنتم دروس يحاول أن نحسن لما فهمنا شي حاجة يحاول يشوف لنا يساعد في الدروس التي تنساو علينا مدى طويلة هذه على الباك والحمد لله تكشير اللي بريبارينا هو اللي القينا الحمد لله هذه الساعة كان كل في المشناول قمت تحزي مزاتني صعبة كانت مزيان اه كنا مزيان واحد ضروري احنا وقع غالط وجينا المؤسسة السجنية ولكن كان فكره القدام ما زال نبني وحياتنا من جديد لم تحش لي أنني نجح تحزي منذك الوقت الساعة مزيان والحمد لله كانت تفائل وكملنا على الله ان شاء الله علينا تابع الدراسة جالي مباندر ادب انجليزي ان شاء الله الى كتاب تقدمت لني الشهادة الباكالورية ادب لسنة الفين وعشرين بشحانة دازلت اجواء عادية الحمد لله اليوم كانت عدنا العربية بعدنا لغة انجليزية كانت تقدمنا جاتني الفكرة باش ندير الباكالورية داخل السجن باش نعادة ادماج جالي في المجامع الحمد لله كانت بادرة زوائنة ولقيت استحسان من مسؤولين هنا في مؤسسة اللي دعمونا وطعونا دراس الدعم قبل من نتقدم لهذا المتحان والحمد لله كانت من نوع يكون خير ان شاء الله من هنا قدام طموح جالي هو ان شهادة باكالوريا ونتقدم في مسلك العذاب علوم إنسانية ان شاء الله هذا مطمح جالي الحال ان شاء الله وإعادة ادماج جالي في وسط المجامع المغربي لنكون إنسان صالح ان شاء الله من ان شاء الله نتقدم لشهادة باكالوريا تغير نفسية جالي داخل السجن وليس نحس براسي كساجين كتلميذ كطالب وحتى من العمالة الحمد للله لقيت في استحسان لمن المشرف لمن الطائرين هنا داخل المؤسسة وعادة هذا كان مارس المهان داخل المؤسسة وعادة رسم البناء وعادة سجن المدى الذي وصف المؤسسة سلبية وإيجابية وإن شاء الله سوف نلفي جوايد وإن شاء الله سوف تكون باكالوريا وإن شاء الله في رسم البناء تكون المهان المسال جالي النزل المهان 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 تحكم الفكرة باش يتقدموا الشهادة الباكالوريا هي باش راهية بادي رزوينة وكتحسس فراسك أنك إنسان وشي سجن كتحسس باش تعتكد ذيك الروح جالك داخل السجن ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي